خسرت روسيا الانتخابات في ثلاث هيئات أممية هذا الأسبوع في تكريس لموقف المجتمع الدولي المعارض لغزوها أوكرانيا منذ أكثر من عام فقد خسرت روسيا في انتخابات المجلس الاقتصادي والاجتماعي يتابع للأمم المتحدة والمؤلف من 54 عضوا عقب موافقة الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا على ستة قرارات غير ملزمة ضد روسيا وكان أحدث القرارات في فبراير عشية الذكرى الأولى للحرب على أوكرانيا ويدعو هذا القرار موسكو إلى إنهاء الأعمال العدائية وسحب قواتها وصوتت عليه أغلبية 141 دولة مقابل سبع دول وامتناع 32 دولة عن التصويت معنا من باريس سيد اسماعيل خلف الله المحامي والخبير في القانون الدولي سيد اسماعيل أهلا بك معنا كيف أثرت الحرب الروسية على أوكرانيا على موقعها ودورها في الهيئات الأممية أمسي طيبة لك ولسيد المشاهدين بكل تأكيد بأن هذا التصويت يأتي إنعكاس ويمثل إنعكاس والرفض الذي تمثله المجتمع الدولي وتمثيل روسيا في داخل هذه الهيئات الأممية وأيضا تأتي هذه الخسارة بعد رئاسة روسيا لمجلس الأمن وهذه الرئاسة الجدلية التي بدأت الأسبوع الماضي التي وصفها الكثير من الجهات الغربية وصفتها لعدم تقبلها وحتى زينسكي وصفتها كيف بأنها صفعة للمجتمع الدولي لكن في اعتقادي أن هذه تدخل ضمن رفض حقيقة رفض العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والواضح أن هذه الوسائل هل ستوقف الآلة العسكرية الروسية في اعتقادي وفي اعتقاد الكثير أنها لا تؤثر لأننا لاحظنا بأن عقوبات اقتصادية فرضت على موسكو ومن أهم هذه العقوبات هو إخراجها إخراج البنوك الروسية من منظومة سويفت وضرب وتوقيف العلاقة التجارية الرابطة بين موسكو والاتحاد الأوروبي ومع هذا أعتقد أن هذه الآلة لم تتوقف وما زالت مستمرة في اعتقادي وهذا ما يذهب إليه الكثير أنه أرجب أن تفكير في وسائل جديدة لمفاوضة الطرف الروسي كي تقف هذه أو يوضح حجل هذه الآلة العسكرية كما ذكرت سيد اسماعيل يبدو أن المعارضة الدولية للغزو الروسي على أوكرانيا ما زالت قوية ومستمرة كيف يمكن للروسيا أن تستعيد هذا الدور وهذه المكانة في الهيئات الأممية خاصة وأنها كانت قبل الغزو تفوز بمناصب مهمة في هذه الهيئات في اليونسيف في أيضا الهيئة الدولية للمرأة دون أي منافسة نعم نعم حقيقة هي هذه أو أنا قلت أثرت وهي أثرت بطبيعة الحال وحتى أن أقلت رئاسة الدورية لمجلس الأمن التي تأتي أوتوماتيكيا هذه ولم تم قبولها وتم النظر إليها على أنها شيء خارج المنطق فبالتالي أقول بأن هذا الرفض هو يمثل حقيقة أو هذا الخسارة تمثل هذا الرفض وهذا الحجم الذي ما زال ترسمه يرسمه مجتمع الدولي من خلال هذه الهيئات وعلى أصيها الجمعية الأممية كما تكلمت في بداية مقدمة كي على أن هناك قرارات لجمعية العامة ست قرارات هكذا أدانت كلها ورفضت العملية العسكرية الواقع أن حقيقة هذا الرفض ما زال متواصل لكن الواضح أن هناك تغيرات جيوسياسية على المستوى الدولي هناك تفكير أو هناك النظر بأن هناك أقطاب قد نتجت عن هذه الأزمة وينظر إلى هذه الأقطاب على أنه يتم النظر أو إلى وزن هذه الأقطاب فلن تعد بالحديث عن وزن هذه الأقطاب سيد اسماعيل عندما تم تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان تم ذلك بالأغلبية ولكن ليس بالأغلبية المطلقة كان هناك دول عارضت وهناك دول عديدة امتنعت عن التصويت كيف نفهم هذه المعادلة وكما ذكرت لعبة الأقطاب في الهيئات الأممية هذه نتيجة هذه نتيجة من أن الخريطة الجيوسياسية بدأت تتغير وأن هذا الرفض وأن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي كانت تقف وتعارض ما تقوم به روسيا في أوكرانيا اليوم ربما هناك تراجع هذا العدد وهناك حتى وإن قلنا أن روسيا خسرت مكانتها داخل هذه الهيئات الأممية لكن هذه الهيئات الأممية في اعتقادي أنها أصبحت لا تمثل لم تعد تمتلك ذلك الثقل الذي يؤثر على العلاقات الدولية وحتى إذا كنا نتكلم على عقوبات اقتصادية لم تؤثر في إيقاف الآلة العسكرية الروسية أيضا صورة أخرى لاحظناها في الإدارة الأمريكية السابقة التي انسحبت من العديد من هذه الهيئات الأممية ومن الاتفاقيات الدولية يعني أصبحت هذا الالتزام الدولي لم يعد ذلك الالتزام الأدبي والالتزام الذي يعطي تأثير على العلاقات العلاقات الدولية اليوم صحيح أنه هناك رفض وهناك تضمر وهناك رفض للأزمة المستمرة في أوكرانيا على الأراضي الأوكرانية ولكن بالمقابل هناك أقطاب بدأت تخرج ولم تعد تنظر إلى تلك الأحادية القطبية التي ترسمها استراتيجية معينة هناك تشكل سياسات دولية جديدة ما ينلحظه على مستوى الشرق الأوسط ما نلحظه على الصين وأيضا أستاذا في قضية زيارة ماكرون إلى بيكين اليوم هنا في فرنسا الكثير من انتقد هذه الزيارة على أن ماكرون أو ماكرون انتقدوا مرافقة رئيسة المفوذين الأوروبية لماكرون لما تمثله من ربما من سياسة عدائية وهي التي انتقدت بشدة أورسيلة بون دارلاين التي انتقدت بشدة سياسة وموقف الصين شكرا جزيلا لك من باريس معيلة خلف الله محامي والخبير في القانون الدولي ترجمة نانسي قنقر